معنا من باريس أستاذ العلاقات الدولية خطار أبو دياب أهلا بك سيد خطار عبر شاشة سكاينيوز عربية إذن من ناحية نرى أن أنقرة تحاول أو توهم الدول الأخرى المحيطة بأنها تريد اتفاقا ومن ثم هي مستمرة بعمليات التنقيب اليوم يلوح الاتحاد الأوروبي أو في آخر مواقفه يلوح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا في حال عدم تخليها عن سياستها الاستفزازية أحييكي أحيي فريق العمل في سكاينيوز العربية وكل من يتابعنا بالطبع تواصل تركيا رقصتها التوسعية من سوريا والعراق إلى ليبيا قبالة اليونان وقبرو الشرق المتوسط وصولا إلى الكوكاز وفي موضوع الشرق المتوسط خسرت الكثير من النقاط هي معزولة بعد إنشاء منظمة دول غاز الشرق المتوسط هي معزولة لأن ماكرون الرئيس الفرنسي نجح في حشد دعم أوروبي لليونان وأيضا بعد تغير الموقف الأمريكي إثرى رفع حضر السلاح عن كوبروس وإثرى الزيارتين بومبيو إلى كل من كوبروس واليونان أردوغان وسجد نفسه محشورا كان أمام عقوبات أوروبية ستأتي لذلك تراجع قبل بفتح الخطم مع اليونان في حلف الناتو قبل بسحب سفينة تنقيب أخذ يعطي الانطباع بأنه سيفاوض بالطبع كل هذا مناورات حتى إشعار آخر ولذلك الاتحاد الأوروبي في المقابل ونظرا لصعوبة تأمين وحدة حول العقوبات حاسمة يتجه إذن للتلويح بالعقوبات كفرصة أخيرة إلا إذا تراجع أردوغان عن نهجه الحالي ماذا بالنسبة لإقامة خط اتصال عسكري بين اليونان وتركيا حيث أعلن حلف الناتو أن الطرفين اتفقا هل يمكن لهذا الخط العسكري أن يحد فعلا من مخاطر الاشتباك والحوادث في المنطقة في الماضي حصلت اشتباكات وحصلت مهاجهات محدودة بين أنقرة وأثناء بالرغم من وجودهما معا في حلف الناتو هذه المرة الولايات المتحدة الأمريكية كما ألمانيا تسعيان بقوة لمنع حصول ذلك من خلال خط الاتصال العسكري ولكن أيضا من خلال جهود سياسية لبدء مفاوضات سياسية بين الجانبين اقتصار الأمر على خط الاتصال العسكري على خط أحمر ساخن لن يعني أبدا انتهاء المناكفات أو الخلافات المزمنة وهي خلافات عميقة بين البلدين لكن مسألة التنقيب عن النفط في المناطق المتنازعة هو الموضوع الأكثر الحاحن أظن أنها بداية من قبل الناتو ولكن ليست هي التتويج لإمكانية منع حصول نزاع بين أنقرة وأثناء ما المطلوب إذن سيد خطار يعني إذا كان حلف الناتو هذا ما أعلنه وإن كان رئيس التركي رجب طيب إردوغان يصر على التدخل أنقرة في عمليات التنقيب وإن كان في شرق المتوسط إن كان في ليبيا وفي محاولة تحقيق هذا الحلم يعني بالطبع الجانب الأوروبي عليه أن يقلق جدا يعني يصادف إنعكاد القمة الأوروبية اليوم ذاك الوضع الاستراتيجي غير المريح للأوروبيين كما قلت أردوغان لا يكتفي بالمشرق العربي بالإلال الخصيب بسوريا والعراق يتجه نحو ليبيا في غرب المتوسط نحو شرق المتوسط قبالة يونان وكبرص يصل به الأمر للكوقاز إذن هناك نوع من توسع تركي يذكر بحلم أمبراطوري يستيقض وبالطبع روسيا موجودة على الجبهات تساوم أو لا تساوم الولايات المتحدة الأمريكية بعيدة ربما تستفيد بعض المرات من التوتر هنا أو هناك لكن أوروبا بالذات ليست موحدة نظرة ألمانيا إلى تركيا شيء نظرة فرنسا إلى تركيا شيء آخر كل هذا يمنع الجانب الأوروبي من أن يكون في موقع قوة تجاه أردوغان ويتيح للرجب طيب أردوغان المناورة مع موضوع أرمينيا وأزربيجان الآن يتخطى السيد أردوغان عتبة المتوسط نحو أفاق أخرى ولذلك أعتقد هذه المرة هناك اتجاهات واضحة داخل الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف سياسي قوي ضد هذه الطموحات التركية غير المشروعة وأظن إنه إذا تيسر هذا الموقف الأوروبي القوي يمكن لأردوغان أن يبدأ التراجع من باريس أستاذ العلاقات الدولية خطار أبو دياب شكرا لك